المجاح والطموح شيئان متلازمان جدا وحين ينجح الطموح لا بد من توافر الإصرار والعزيمة مشاهدينا في نموذج حلقة اليوم البرنامج المتفوقين معنا نموذج طبعا لازمه الإصرار والطموح والتحدي وأيضا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الوعد الذي قطعه لنا منذ ثلاثة سنين في شهادة التعليم الأساسي إنها الطالبة فرح مطرجي التي التقينا بها منذ ثلاث سنين وأخبرتنا بطموحاتها المستقبلية وأن نلتقي بها اليوم في شهادة التعليم الثانوي وهي حائزة على المرتبة الأولى وبمجموع 2900 أي الدرجة الكاملة أكيد هذا النموذج وهي الطالب نحن كلياتنا فخر بأنه تكون اليوم ضيفتنا فرح مطرجي أهلا وسهلا فيك ومبروك التفوق والنجاح والتمييز أهلا فيك وشكرا كثير لهذه الاستضافة الحلوة طبعا بيسرني وبيسعدني أن يكون مكن للمرة الثانية شكرا كثير لكم شكرا لك أيضا السيدة عفاف محمد أنت اليوم ضيفتنا كمان للمرة الثانية ببرنامج المتفوقين وأنت شريكة حقيقية بهذا التفوق والنجاح ألف مبروك الله يبارك فيك شكرا كثير لكم وشرفتونا باللادقية نيب السلام أكيد لح نحكي أكثر فرح عن مسيرتك خلال العام الدراسي وكيف أنت اليوم صرت ببرنامج المتفوقين ولكن سمحينا نتوقف بفاصل قصير وبعد الفاصل نعود مشاهدينا لكم عدنا مشاهدينا مباشرة لإلك فرح يعني اليوم إحنا كثير فخورين فيك إنك قدرت فعلا تحقق وعدك وتنفزي وإنك تبهرينه بمجموعة بالدرجة الكاملة بعد ما إحنا كنا بفترة سابقة وببرنامج المتفوقين من ثلاث سنين وكنت طالبة الأولى بشهادة التعليم الأساسي فخر كثير لأنه مثل ما قلت وحابب إلك مرة تاني من القلب ألف مبروك هذا التفوق وهذا التمييز احكي لنا حكايتك مع التفوق بالبكالوريا أول شي بدي أقول الله يبارك فيكم شكرا كتير أنا دائما بقول شهادة البكالوريا بيسألوني عن تعب سنة أو سنتين لا أنا بقول هي تتويج لمسيرة ديراتية 12 سنة طبعا تفوقتان ملازمني الحمد لله من الصغار هذا الاهتمام والدقة والتركيز كلهم كانوا ملازميني من الصغار طبعا بمساعدة أهلي أكيد بالتاسع كانت الخصوصية كتير هي أول شهادة إلي كتير تعبت علي كان في أسرار وعزيمة كتير كبيرة تمام بصراحة كان إلى مثل ما قلت خصوصية وهي كانت مويتة عندي كتير كل تكريم وكل مقابلة كتير حفزوني ودعموني بصراحة كلمات السيدة الأولى الساتم بإدني لحد هلا فكتير عطوني أسرار ودعم لحتى أوصل لهذه المرحلة والحمد لله تفوقت كمان بالبكالوريا الحمد لله إذن هاي كانت مشاعرك الرائعة والجميلة اللي التركت والتسقت بذكرى رائعة جميلة مستحيل أنك تنسي لمدى حياتك إن شاء الله لهم تقول أكيد سيدة عفاف أنت شريكة حقيقية مثل ما ذكرنا بهذا التفوق والنجاح شعورك اليوم وأنت والدة الطالب الأولى واللي عم تتكرم للمرة الثانية ببرنامج المتفوقين وبالشهادة الثانوية الأعلى أول شي بشكر ربي يعني على فرح أعطاي فرح وعلى دخيل اسمه يعني كرمه بالزكاء واثنين فرح يعني هي طالبة من ظهرة تعلمي على الدقة وعلى التفوق يعني إن كانت بالتاسع إن كانت بالتمكين اللغة العربية شاركية إن كانت بالروان حتى بالفصل الأول بالبكالوريا جابت الوحيدة لألفين وتسعمية فهي عندها إصرار وعندها دقة وعندها تنظيم لوقتها بشكل ما طبيعي وهي مريحة كثير مريحة تمام واضح هذا الارتياح والهدوء يعني ملامحة توحي فرح أنه أنت هادئة دائما يمكن هذا الهدوء كان اللي قبل العاصفة والعاصفة اليوم أنت فجرتيا بهذا المجموع الكامل ألفين وتسعمية وهو شيء كان أكيد مانو سهلي وإنما كان بحاجة لكثير من الخطط بحاجة لكثير من الخطوات والوسائل والإجراءات اللي أنت قمت فيها لوصلت اليوم للطالب الأولى كطالب متفوقا حابي نتعرف أكتر كيف أنت اليوم وصلت للدرجة الكاملة تمام بداية بالبكالوريا أنا سجلت بالصيف طلعت على المنهج المنهج ضخم وخاصة المنهج هستني كان جديد بإغلب المواد فأكيد بدأت طلاع وتحضير من الصيف وصولا لفتوح المدارس رح تضعف الجهود أكتر الكل لازم ينظم وقته بشكل أفضل ما كنت تراكم أبدا ما كنت أجل هاي النقطة كتير مهمة تمام كمان بدي أقول أنه لازم نفصل دائما بين وقت التسليه ووقت الدراسة حتى بوقت التسليه ما لازم نفكر بالدرس نعطي حالنا بريك فاصل يعني نقدر شوي نرفع عن أنفسنا طبعا أكيد بوجود الدعم بوجود المحيط يعني يعطينا الطاقة الإيجابية تماما فبهي الخطوات فينا نزل للصعوبات قدامنا ونوصل لطموحنا قلت فكرة كتير حلوة أنه الترفيه ما نلغي أبدا نخليه موجود لأنه ضرورة هو يمكن لحتى يصير فيه ترفيه وتنفيس هاي الضغوطات الممكن يتعرض للطالب اللي عم يدرس فعلا بتركيزه وبجدية إنما أنت اليوم كيف كنت تترفيه عن نفسك بأي وسائل كيف كنت تتخفي في هاي التوترات التعيشية هلا أنا بصراحة بسمع كتير بعض النتيجة أن معناته كنت تتدرسي 24 على 24 هيدا الشي كتير غلط بصراحة هيدا الهدوء والدقة والتركيز ما بيجي من درس 24 الطالب أكيد بده دائما متنفس هلا أنا بالنسبة لي كيف كنت أترفه هلا قبل الكورونا كنت دائما نروح أنا واما تأخذني على الكورنيش نتمشى أطلع رفاع نفسي مع أصدقائي نحنا دائما كنا كل يوم خميس نطلع بالأعياد الميلاد كنا نطلع بالحفلات دائما كنت يعني روح نبسط يعني نحنا عم نتعب بهذا الوقت فيه وقت كمان إلنا للترفيه بعد الكورونا صرت ملازمة بالبيت أكتر مثلا إرسم إلعب شطرنج يعني أحكي مع رفقاتي هيك بقدر رفاع نفسي يعني سيدي عثاف عملية تنظيم الوقت وإدارته شي مهم جدا ما منختلف عليه أبدا بعملية التفوق والنجاح ولكن أنه كيف نحن ندرب أطفالنا على تنظيم الوقت عملية التدريب هاي أكيد هي بتأدي لنتائج إيجابية كيف أنت دربتي فرح أنه هي تنظم وقتا وتعتمد على نفسها وتكوني أنت متطمنة وهي عم تدرس خلال يوم كامل عم فكرة يعني فرح من نوع كتير دقيقة وبتنظيم وقتا يعني أنا مثلا من الأول ام تابعتها تخلص واجباتها عندها تسليع على الكمبيوتر إنه معرفاتها عادي حتى وقت اللي ما نكون بالبيت هاي بفترة الكورونا يعني مثلا كنا عاملين مجموعة على الواتس نحن العيلة بالبيت مشان يتغير الجو علي ما تحس إنه كله ما في طلعه وضغوطات أو التزام فقط نحكي يعني يصير مجال ضحك ما طبيعي ما كأنه يعني كل واحد ببلاد مثلا على الكمبيوتر حتى وقت اللي كانت تتروع على الدرس أنا متمأنع ليا لأنه هي ما بتروع على الدرس غير يعني رايحة بشوق للدرس طالما إنه عم تدرس بس خلصت ترجع عادي بحياتي يعني ما قلت للا فرح فرح كتير سهلي بالدراسة بحياتي ما قلت للا درسي ما قلت للا شو عندي رغم إنه أنا بفترة الكورونا ما بقى في يجي مدرسين على البيت ولا في معاهد يعني استلمت العلوم أربع مرات سماعت لفيه استلمت القومية استلمت الديانة كنت ملازم تبكي الخطور طلعت أنت حافظا منهاج وهلأ قادر أنك تقدمي البكالوريا ما ممكن أنا بكالوريتي علمي ففينا عيدة ما أتعبتي ما كنت تحسي بتعب مع المراجعة مع فرح مثلا كأم لطالبي متفوطة وكأولياء أمور يعني الأدوار اللي ممكن تقوموا فيها غير إنه المتابعة والتخفيف في الضغوطات النفسية أنا ما كنت أتعب بلا شيء كنت أتعب بس من شغلة إنه فرح مثلا خلصت تسع دروس بدي سمعلي فيهم أصعب شيء ما تخليني إسألة يعني أنا ما أسكي الكتاب ما شاء الله علي بعدها بالأخير قلت لفرح خليني هيك إسألك أسئلة عشوائية يعني خليه يكون فأسألة يعني كنت لما بتلاحقق وبتسمعلي بتكون مطمئن أكتر فلا هي مريحة كثير مريحة بالدرس طيب فرح المنهاج الثانوي متشعب وكبير وفيه كمة من المعلومات كيف كنت تسيطري على هاي المعلومات بحيث إنك ما تنسيها وما تفلت منك ولا معلومة خاصة بالامتحان تمام هلا بس بدي نوح لشغلة إن إحنا منهاجنا الحديث ما بيعتمد بقى إنه نبصم سنة ونروح نقدم فيه امتحان بزن شهات الثانوي المنهاج فيه متسلسل ومتكامل من العاشر المعلومات هي انتراكمية وخاصة يعني بالبكالوريا الفكرة مثلا خاصة بالمنهاج العلمي مثلا علوم فيزيا كيميا بهالشغلات نحنا ما بيكفي مثلا نحفظ الفقر ونروح يعني نسخ لسقا ورقة الامتحان حفظ البابة غائب تقصدي يعني تمام هون هيدي الشغلة ملغية بالمنهاج الجديد صار فيه مهارات أكتر مثلا الفهم التحليل استنتاج هذول المهارات كتير مطلوبة مننا تمام ولازم ننميها من إحنا وصغار كيف نميت يا فرح لهذه المهارات غير مهارة الحفظ طبعا التقليدية هلا أول شي بالكتاب الكتير من المخططات والرسوم هايدي إنه كتير من الطلاب يعتبروها هي سانوية لأنه بس للمساعدة هاي لا لاكس هي الرئيسية بصراحة أنا يعني من الناس اللي كنت مثلا ما أقرأ الفقراء بس عم تطلع فيها بقرأ الفقراء بقرأ ما بين السطور بالرسمة كتير بتساعدني هالشغلة كنت تألندي معناتها على الكلمات المفتاحية بكل مادة هي بتتحرد الفكرة ولأنه فعلا كتير يعني لو مثلا ما أدموا واهنة بالمدرسة كتير بتساعدهم بتفيدهم لحتى يتمكنوا من المعلومات أكيد لأنه هاي الفقر هي بتكمل المعلومات وتعززها أكتر تماما كيف تتعرض للحظات خوف للحظات يائس تردد مثلا خلال هذا العام بالبكالوريا من أي مادة كانت أو لأي موقف كان هلأ واجهتني صعوبات أكيد بها السنة بداية مع المنهاج الجديد بالصيف والضغط أكيد بالشتوية يعني نحطيت بي لحظات كانت كتير مثلا يحيتني بتوتر ألأ خوف بس كل هيدا كنت قدر زللوا وتخلص منه مثلا مع رفقاتي مع محيطي مع الدعم المعنوي النفسي هلأ ضعفت الصعوبات بعد جائحة كورونا والانقطاع على المدرسة فعلا في مواد ما كنا مخلصينة نحنا بس بصراحة بحب أشكر السيد عمار العزب يلي كتير قرارات وسهلت لنا دراستنا كان مثل أب إلنا خلصنا من توترنا وألأنا يعني وقت حزف من المنهاج طول أجل يعني مدة الامتحان فكتير ساعدنا وقل يعني زللنا صعوباتنا قدامنا هذه القرارات الوزارية فينا نقول دائما هي كانت لمصلحة الطالب وما زالت تماما بهاي المرحلة سيدة عفاف مرحلة الحجر المنزلة كيف أنت كنت تتصرف مع فرح بتهيئة الجو النفسي بالدعم المطلوب منك أولياء أمور لحتى تضل عم تدرس أكتر خصوصا أنه كانت فترة شوي صارت طويلة بحيث أنه ما يطغل ملل على عملية الدراسي والحماسي والاندفاع الزاتي بفترة كورونا خاصة يعني فرح مثلا يعني أنا متابعتها مثلا بالسهر بدي تم سهراني حتى تنام هي بالبيت مهيئت لها جوفي عندها إخواتها كمان يعني كتير كانوا يساعدوها على فترة الراحة فترة الدرس يعني كونوا كمان هني متفوقين مروا ومره مطرجي سنة رابعة طب بشري فهي قدوتها يعني ما بدا حدا يقلا مثلا فاقت الصبح تقعد ساعتين ثلاثة تخلص تجي يعني البيت كله وبدك تعمله نموذجي منشان تريحها من كافة الوسائل تماما وبالتالي إنه هذا الفقة يعني منحوك إياها أهلك فرح يعني أكيد هي عطيتك شيء من المسئولية حماليتك شيء من الواجبات شو كنت أنت تحسي شو كنت تشعري لما كانوا أهلك يعملوك بكل ثقة وما يضغطوا عليك أبدا بالدراسة هلا أنا منصغل لحدها هلا بتذكره وقت ماما كان تمسك بإيدي لحتية تعلمني كيف أكتب الحرف فهي دول اللحظات ما بتنسوا وهي اللي رح تبني المسئولية عندي والثقة بالنفس هيدا الجانب من المسئولية كتير تعزز بين التاسع والبكالوريا يعني منشوف قداش عم يضحوا كرمالنا كانت فيق معي تسهر معي يعني أنا بقول أهلي هنا جابوا لألفين وتسامية معي وهي السائقين الحقيقيين فعلا في هذا المزمو فكتير عززوا ثقتي بنفسي خلوا يعني كتير لهاي اللحظات اليأس والتعب كانوا لأ أنا مثلا ينتركوا الدرس كله أنه خلاص تعيدنا نقعدنا نتسلى أنه كل هيدا اللحظات فعلا عطني السئة بالنفس وهيك قوت شخصيتي يعني طيب المواد اللي كنت أنت تحسي حالك هيك مرتاحة أكتر من غيرها وانت يعني أنت درسية اللي كانت تحفزك اللي كانت تعطيك ارتياح نفسي شو هي هاي المواد وليش تحديدا هاي المواد هلا أنا بصراحة بعد التاسع يعني فت أنه على القسم العلمي فكانت أكيد المواد العلمية هي أكتر يعني هيك محببة إلي أكتر رياضيات وخاصة مع الأستاذ أستاذ عبد الرحمن غزول بصراحة كان عامل ما كأب كارفي كانت حصصه بصراحة كتير أنه نتشوى اللي نروح عليه كتير نتسلى فيها أكيد يعني حتى وأنا مثلا إذا كنت مالة وتعباني من الدرس بس يعني فيه معي وقت دراسة كنت رح أدرس رياضيات تسلى فيها كتير هيك يعني بحب المادة بحب أتعمق فيها تماما المواد اللي كنتي ممكن تحسي أنه يرحلك فيها أجزاء من العلامي أو علامي شو هي هاي المواد وكيف كنتي تتجاوزي هذا الخوف هلا أنا طلعت من الامتحان متوقعة أني علامة تامة بس دائما بيكون فيه خوف من الأجزاء مثلا مواضيع العربي دائما بيكون فيها خوف من هدول الأجزاء يعني بس كمان الآن ستي الآن ستزينب منصور كانت قل لي دائما أنه أنت مبدعة بالمواضيع كوني على رياحتك ما تخافي ما تقلقي هيدا لا لا بعدي عنك سقطي كل شيء فيه بمخيلتك على ورقات الامتحان وبسط الأمور أن تطلع بالنتيجة لبدك يا كان كثير هذا الدعم من قبل المدرسين وهالسقة والدفع للأمان كانوا بس مدرسين كانوا مثل أهل إلنا كنت أحيانا إلجأ لهم بمواضيع حياتية مثل أهلي ما أنه بس دراسية في كتير ساعدون بهالفترة فيه ليقول أن أنت وصلت لأرقى درجات العلاقة مع المدرس أو بين المدرس والطالب وهذا الشيء أكيد يمكن أو أكيد هو من شخصيتك أنت ومن أسلوبك ورقيك بالتعامل معهم مثل ما أني كانوا راقيين بتعاملهم مع حضرتك ولكن إذا اليوم أنت كطالبة من خلال تجربتك بالتفوق يعني شو النصائح اللي بتوجهي للطلاب لحتى هن يرتقوا بهذه العلاقة وتكون علاقة فعلا مثبرة بينهم وبين المدرسين شو بتقوله؟ هلأ أنا بدي أطلب من كل الطلاب أول شيء يبعدوا كل الطاقة السلبية عنهم أي خوف أي ألاء يحاولوا يزلوا بأي طريقة لأنه بصراح الخوف هو اللي بيمنعنا من تحقيق طموحاتنا نحن حاطين هدف قدامنا لازم نشتغل عليه ما لازم نخلي شيء يوقفنا نستفيد من الدعم النفسي والمعنوي من محيطنا وبالإضافة طبعا الجهد مطالب هو الأساس لازم أكيد نركز ندقق وقت الدراسة ما لازم نخلي أي شيء يشغلني مثلا الموبايل ممكن يشغلني ببعد وعني بهاي الفترة لازم بعد أي شيء يشغلني أو يخليني أشغل وهي فترة مؤقتة بالنهاية يعني بدي شوية صبر أكيد طبعا الشغلة بدي صبر بدي عزيمة بدي أسرار أنا حاطة هيدا الهدف قدامي لازم أوصله بأي جهة كان وأكيد وصلت له وهي كانت فرحة لا تنتسى ولكن اليوم يعني أنا فيه هدف وفيه خطة وفيه إدارة وتنظيم الوقت الصحيح لحتى أنت وصلت لهذا الهدف وهذا الطموح التفوق له معاني كتير صار وفيه أبعاد كتير بحياة كل إنسان فينا ولكن أبرز عوامل التفوق اللي ممكن إذا حضري يحضر التفوق معه شو بتقولي لنا فرح؟ هلأ أنا بقول أول شيء ثقة بالنفس لأنه هي بتجيب توفيق من رب العالمين الجهد المضاعف التركيز الدقة أن نستغل أي شيء إيجابي ممكن يحيد فينا لحتى أن نسخروا لتحقيق طموحاتنا حلو الكلام كتير وبالتالي يعني أنه بكون النجاح سهل والتفوق معنوا بالأمر المستحيل أبدا طلاب كتير من زملائك يمكن اللي كانوا معك وما حلفوا الحظ بالتميز وبمجموع عالي ويمكن اللي اضطروا أنه نعيدوا السنة واللي هن سنت الجاي مقبلين على البكالوريا خافوا كتير من البكالوريا ترددوا كتير أنت هون شو بتتوجهي بكلمة لقيلهم لحتى هني هذه المشاعر وهذا الخوف يعني فينا نقول أنه يتلاشى من خلال تجربتك أنت وانت زميري لقيلهم يعني وبكما بقولوا بالعامية بيفهموا عليك وبتفهمي عليهم شو بتقولي لهم لحتى الخوف يروح؟ هلأ أكيد أنا بدي أوجه لهم كلمتين يعني بما أنه أنا من أقرانهم يعني نفس العمل فلازم أي يعني نطبق على بعض أنا بدي أقول لهم ما في شي مستحيل ممكن نعيد السنة مرة مرتين بس هيدا الشي كله بعد صبر والعزينة والأسرار والتركيز بالدراسة رح يكون إسا طعمه أحلى التفوق ما في أحلى منه لو إجا متأخر هيدا شي بيطبع لكل طالب حسب دراسته بس بالأخير لازم نوصل لطموحاتنا وأهدافنا لو شو ما أخذ من وقتنا أو من جهدنا أو من تعبنا تمام بيوم الامتحان كيف كنت تتصرفي بيوم الامتحان تحديدا مع المادة مع الموقف بشكل عام أكيد هو فيه خوف يمكن لأنه هذا خوف طبيعي بس أنت كيف كنت تعيشي يومك الامتحاني من لما تستيقظي من النوم لوقت تستلمي ورقة الامتحان هلأ بداية نحن خالدين هاي التجربة من قبل بالتاسفة يعني شوي متعودين عليها هلأ أنا مثلا كان دائما تقول لي ماما أنه قبل بيوم الامتحان خلص مثلا ساعة سبعة أو ثمانية المسا نوقف درس أنه شيلي كتاب من إيدك خلص هيك رح توتري بزيادة نقعد شوي قبل بيوم يعني منحكي أنه نحكي عن كل هالسنة كيف تعبنا وقدمنا يعني جهدنا أكيد الله رح يوفقنا ما رح يضيع لنا تعادنا يعني بأول شخصيتي كتير وبيزيد ثقة بنفسي قبل بيومنا الامتحان من في الصبح يعني ما أنا الصبح بصراحة ما كنت راجع شيء قبل الامتحان هيدا بزيد عند التوتر هلأ طبعا هي حسب كل طالب بروح على الامتحان أهلي دائما مرافقيني حلو هذا الدعم وحلو هاي الرفقة يعني على الامتحان فعلا يعني مثلا بروح مثلا نوقف قدال مدرسة أنا ورفقاتي وأهاليون هيك وكأنه واقفين شلة رفقات مع بعض مشوار صعب وحلو أصعب مشوار وأحلى مشوار تماما بنفس الوقت برجع من المادة أنا ناس يعني بحب أتأكد من كل شيء بحب صحح كل شيء بنتظر سلم التصحيح بحب أتأكد يعني من جهدي أنه مضى وممكن بعد ما إرجع من المادة نعم ساعتين لا تستعد للمادة أكيد أنه لحتى شوي بريك فرح هلا أنت قاعد أمامي بالمتفوقين وما عم يتراقل مخيلتي غير صورتك وانت بالصف التاسع من ثلاث سنين وكنا عم نحكي بهاي المواضيع وكيف كنا عم نحكي بتنظيم الوقت وأنه كيف ممكن الطموح بيكبر مع الإنسان سنة بعد سنة فمن صف التاسع للبكالوريا فينا نقول مرئة ثلاث سنين وقطعتي مراحل دراسية ثلاثة بهاي المراحل الدراسية أكيد فيه شيء من الصعوبات وكم من المعلومات ولكن خبرتك وتجربتك بالصف التاسع الأساسي شو استفدت منها بالضبط لحتى أنت اليوم كمان وصلت إلى المتفوقين بالبكالوريا هلا أكيد بما أن التاسع كانت أول تجربة إلي ممكن أن يكونوا قاعد بأخطاء وعسرات بس حاولت تجنبك اللي يعطي بهي البكالوريا سخرت كل طاقتل حتى أطلع بالنتيجة اللي بديةها بالبكالوريا كثير ساعدتني هاي التجربة من حيث توتر الامتحان كيفية تحضير بشهر المراجعة هون وقتا بيكون أنه يعني الدرس هو النشاط الأغلب لكل الطلاب بهاي الفترة فكثير ساعدتني بالإضافة يعني أكيد للدعم من المحيط هيدا يعني شيء ما بيتجزأ من التجربة تماما نفس السؤال سيد عفاف يعني أنه بين الصف التاسع وتفوق وتمييز وبين تفوق وتمييز بالبكالوريا بهالسنين الثلاثة كيف بتلخصيلي إياها مرأت عليكم كأولياء للأمور لحتى تساهموا بالدعم واستمرارية هذا التفوق فرح يعني تابعة تفوقها حتى بعد التاسع بالعاشر طلعت الأولى على المدرسة يعني على طول بالحاضي عشر نفس الشيء يعني مو هملت شيء ما في داعي أنه كنت أنا مثلا نوجهها لأنه هي بتعرف درس فوق كل شيء فهي تابعت وتعبت والحمد لله نالت النتيجة المرضية فينا نقول أنه كل سنة العاشر حادي عشر تعاملنا معها كأنه هي فانن بكالوريا ايه طبعا تمام هلأ هي تعاملت معها أنا بالنسبة لأيلي لأ تركتها على راحتها على راحتها بس الطالب لما اللي بيكون حاطة هدف قدامه وهو عنده إدراء أنه يطلع ويدرس ويتصوق ما معقولة إلا تابعت هي بنفس البطيرة كما أنا ما ضغط علي أبدا يمكن هذا عطاك كمان لمسؤولية أكتر وعطاك شعوب الأرياحية أكتر الحلو بمسيرتك الدراسية أنه أنت عطيتي وقت للترفيه وعطيتي وقت للدراسي وهذا كان وليد سنوات وشيء متراكم من تنظيم الوقت ومن القدرة اليوم القدرة طبعا على النجاح والتفوق يعني أنا بالدقائق الأخيرة حابت استثمرها وأخذ منك هيك نصيحة عامة بتوجهيها لكل اللي اللي عم يتابعونا يعني شو بتقولي لحتى الكل اللي يكون اليوم بمكانك بالمتفوقين هلأ أنا بتمنى من كل الطلاب يطبع الشيء مثلاً بيحبوه مثلاً بعد التاسع أي طالب ممكن عنده ميول تجارية مهنية صناعية يفوت الشيء اللي بيحبوه لأنه بيبدأ فيه أكتر هلأ مثلاً أنا مثل ما قالت لحضرتك أنه رياضيات والعربي كنت تحب إدرسهم يعني بيبدأ فيهم أكتر بيبرع فيهم فبتمنى من الكل بالإضافة لحب العلم وهيدا الشغف بالتفوق بتمنى منهم يحطوا قدامهم هيدا الهدف مهما واجهة صعوبات ما يقسوا ما يقلقوا من أي شيء يستفيدوا من كل طال إيجابية حواليهم ويحاولوا صخروا طاقاتهم ليحقوا هدفهم بالختام من فرح اسمحيلي أقدم لك باسم فريق العمل شهادة تكريم تفضلي شكراً هاي عربون محبي وتقدير للجهود ولأنك وفاتي بوعدك من 33 وعدتين تكوني بالمتفوقين وإن شاء الله يعني بالمراحل القادمة دائماً بتكوني بالمتفوقين وأيضاً اسمحيلي أقدم لك هدية رمزية من وزارة التربية طبعاً شكراً هذا النجاح ومين بتشكري بنجاحك بالبكالوريا وتفوقك أول شي بدي أشكري رب العالمين الحمد لله على يعني إيطاء الصبر العزيمة طول هات 3 سنين لحتى أوصل لنتيجتي بزن كلمة شكراً رح تكون قليلة على أهلي لأنه هنه لجابوا الميتان وتسعين معي يعني هيدا النجاح هو كله مقدم إلون لأخواتي اللي هنه قدوتي بالحياة كانوا بجنبي وقت الدراسة بوقت تسليم مرح ومر ومطرجي طبعاً بدي أقدم هيدا النجاح لأمن العظيمة سوريا لسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسدية اللي أكيد دعم تحفيزهم التعزح هو كان سبب كبير بهيدا النجاح بدي أشكر وزارة التربية على دعمهم كمان إلنا واهتمام بالمتفوقين كمان بحب واجه الشكل لمدرستي مدرست الشهيد كوميت بلادي المتفوقين باللادئية وجميع الكادر التدريسي فيها وبخص بالشكل الأسد سعد نصرة والأستاذ عبد الرحمن غزول والأسد زين رب منصور يعني عن جد كانوا أهل إلي وكمان آخر شي بحب أشكر وأهدي هذا النجاح لجيشنا العظيم وجيشنا الطبي بالمستشفيات لما يضحي كرمالنا وبصراحة بعد البكالوري أنا كتير حابة أن نكون عضو فعال معه نشاركهم بهذه التجربة أكيد لح تكوني عضو فعال ونحنا بانتظار إنجازاتك على الصعيد المهن وحتى نسمع أخبارك بالتفوق قد تميز بالمرحلة الجامعية كلمة أخيرة لإلك سيلي عفا أنا بدي أتشكركم على استضافتنا وبدي أشكر السيد الوزير عماد العز وبارك للسيد الوزير الجديد دكتور دارم تضاع وأنا بالنسبة لإلي كمان شكر للسيد الرئيس والسيدة الأولى أسماء الأسد لأنه وقت اللي استضافت قاتل أنا متابعتكم وفعلا يعني تموا على تواصل بالعاشر بالحادي عشر سألوا عن النتيجة وتقول لنا الأولى ولجيشنا العظيم ولجيش الطبي وإلكم كل الشكر شكرا لإلكم وإن شاء الله نلتقي دائما بمناسبات التفوق والتميز بمسيرتك فرح مترجع الحائزة على المركز الأول في الشهادة الثانوية الفرع العلمي بمجموعة قدره 1900 درجة الكاملة كنت اليوم أنت نجبتنا وضيفتنا وأيضا أضفت لنا هذه الطاقة إيجابية أعطينا وجميلة جدا لا تنسى أبدا جزيلة شكر لحضرتك شكرا كتير لكم شكرا لإستضافتكم واهتمامكم بمتفوقين بصراحة هذا الدعم هو اللي عم يحفزنا نتفوق أكتر أيضا شكرا لإلك سيدي شكرا كتير إذن مشاهدين مع هذه الحالة النادرة والاستثنائية لطالبة حصلت على الدرجة الكاملة بدون نقص أي جزء سواء في شهادة التعليم الأساسي في السابق واليوم في شهادة التعليم الثاني والفرع العلمي كان نسك ختامنا على المحبة بدنا نودعكم المشاهدين ونلتقي في حلقة جديدة من برنامج المتفوقين إلى اللقاء المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة